ومعنا عبر سكايب مباشرة الأستاذ عبدالقادر النايل مرحبا بك أهلا وسهلا بكم وبمشاهدكم لفضل بداية الأستاذ عبدالقادر للوقوف على ما جاء في بيان الميثاق الوطني العراقي تنددون فيه بيئة المجزرة الحاصلة أمس في غزة في استهداف المستشفى المعمداني الذي وقع على إثره 500 قتيل على الأقل ماذا تقولون حول هذه المجزرة؟ إن المجزرة البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المتمثل بغطرسته على مستشفى المعمداني في قطاع غزة هو الوجه الحقيقي لهذا الإرهاب الذي يطال الفلسطينيين منذ عام 1948 وبالتالي هذه الجريمة التي ارتقت إلى قتل خمسمائة طفل وامرأة وجريح كانوا يذهبون لعلاج أنفسهم أو لإنقاذهم من الموت وبالتالي قدمت لهم إسرائيل القنابل التي تسلمتها من أمريكا بهكذا جريمة بشعة إرهابية متكاملة الأطراب وبالتالي ما حدث هو جريمة كبيرة ينبغي على الجميع أن يتداعى للوقوف بوجه هذه الجرائم ولا سيما أن قطاع غزة يتعرض إلى إبادة جماعية وتطهير عرقي هدفه الأساسي هو تهجير الفلسطينيين وبالتالي الاستيلاء على الأراضي خالية السكان من قبل هذا الكيان المقتصب الذي تدعمه أمريكا وتدعمه بريطانيا وصمتت وواجهت اليابان وفرنسا معهم في مجلس الأمن الدولي عندما طلب أن يتم إيقاف القصف مؤقتا لإدخال المساعدات الإنسانية لذلك هذه الجريمة تتحملها أمريكا وبريطانيا بالدرجة الأساس وبالتالي ينبغي أن تكون للشعوب كلمتها في مواجهة هذه الجرائم وإلا لو كان الحكام العرب والمسلمين على قدر المسؤولية من هكذا جرائم لما تجرأ الكيان الصهيوني على الاستمرار بجريمته في عملية الإعدام الجماعي والموت الجماعي الذي يصاب فيه قطاع غزة جراء الاعتداء الغاشم للكيان الصهيوني عليه في ظل هذا الخذلان من الدول العربية والإسلامية ودول العالم برمتهم أصدرتم بيانا في المثاق الوطني العراقي تنذلون فيه بالمجزر التي ارتكبها الكيان الصهيوني المختصب للأرض المحتلة في فلسطين ماذا يمكن توصيف ما حدث بالضبط في مستشفى المعمداني بالضبط سيد عبدالقادر هذا المستشفى معلوم للجميع أنه مستشفى إنساني يقدم العلاجات للمرضى والجرحى وبالتالي الكيان الصهيوني بدأ بعملية سياسة الأرض المحروقة باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ووقع الكثير من آلاف الشهداء والجرحى جراء هذا القصف وبالتالي يذهب الأهالي لعلاج هؤلاء الجرحى داخل هذا المستشفى وبالتالي جاءت قذيفة من الصواريخ التي تسلمتها إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا وهي شديدة الانفجار لتوقع خمسمائة شهيد وأكثر من خمسمائة جريح آخر في عملية انتقامية بشكل واضح تماما طيب كيف تجرأ هذا الاحتلال المختصب على أداء هذه العملية وهذه الجريمة وأنه يعلم مسبقا بأنه انتهاك دولي لكل الأعراف الدولية أولا لأنه يعلم تماما بعد رفض التصويت على إيقاف مؤقت من قبل مجلس الأمن الدولي للقصف الإسرائيلي تشجع على نركاب هذه الجريمة وثانيا تأتي هذه الجريمة قبيل زيارة بايدن المرتقبة للكيان الصهيوني الذي أعلن دعمه بشكل عمياء وبشكل إجرامي وبالتالي هم أيضا ارتكبوا هذه الجرائم سابقا في العراق وبالتالي يدعمون عمليات القتل الجماعي في غزة في شأن سوابقه المتكررة في أداء هذه وارتكاب هذه المجازر المتعددة سبق له أن أحدث مجزرة في مستشفى المعمداني حيث تذكرون بمجازر بحر البقر التي قتلت فيها أطفال المدرسة ومصنع أبو زعبل وصبرة وشاتيلة المعروفة وغيرها من المجازر إذا كان هذا هو ديدا الاحتلال ألا يوجد من يقف أمامه ألا يوجد هناك رادع لهذا الكيان الصهيوني لا يوجد لهذا الكيان الصهيوني المستمر في طغيانه وإجرامه على الشعب الفلسطيني سوى المقاومة الفلسطينية التي باتت وحيدة وبالتالي هؤلاء الذين تشدقوا بدعمها أيضا هم يكذبون ويدلسون هنا أعني إيران ومحورها وأذرعها في المنطقة وبالتالي هذه المقاومة منذ عام 1948 سوى يعني معركتين أو ثلاثة معارك اشتركت بها جيوش عربية وانتهت أيضا بعدم الاستمرار لذلك الكيان الصهيوني التغطرس لأن هناك حدودا منضبطة لا تسمح بإدخال لا المتطوعين ولا الأسلحة إلى الداخل الفلسطيني وأعني هنا الحدود اللبنانية التي يقودها عزب الله وحدود الجنان الذي يقودها بشار وبقد دول الطوق وبالتالي هنا نتكلم عن عملية سجن الشعوب وبالتالي خنق وحصار الفلسطينيين هذا جعل من الكيان الصهيوني يتجرأ للقصف في جرائمه والاستمرار بارتكاب الجرائم الجماعية في قتل الشعب الفلسطيني وإلا لو كانت هناك وقفة حقيقية من الحكام الذين يمتلكون جيوش ويمتلكون أسلحة لما تجرأ الكيان الصهيوني على ذلك وبالتالي لا بد للشعوب العربية والإسلامية أن تقف في مظاهرات وهي ستقف هذا اليوم بالتأكيد وهي وقفت لدعم القصف الفلسطينية حتى يبقى أن هناك أملا موجودا في استعادتها وبالتالي كل من يولق اللوم على معركة طوفان الأقصى بأنها هي السبب في عملية وضع الإسرائيليين في قصف القطاع غزة هذه كذبة كذبة اسمح لي بدقيقة نعم تفضل هذه كذبة وافتراء لأنه جرائم الكيان الصهيوني لم تتوقف يعني منذ 1948 إلى يومنا هذا وقد ذكرتم منت عدد من هذه المجازر الكبيرة لذلك لا يمكن تحميل المقاومة ولا عملية طوفان الأقصى ما يجري من عمليات القصف أو مشروع القديم الجديد لتهجير الفلسطيني إلى سيناء وإلى الأنبار في العراق نعم كنت معنا أستاذ عبدالقادر نايل عبر سكايب شكرا من ضمامك لنا شكرا من ضمامك لنا شكرا من ضمامك لنا